أروح تشوف معايا فقرة تأتحديات لحضارة المعاصرة ليطلب منك الأستاذ تكتبها في الليسي وهذه الفقرة كنت تكتبها في الباكالوريا المصاححة على الباك رح يرشفت البرتار بتاعه ويصورها ويخبيها سوفينير آي تون تعلموا معظم الحضارات القديمة سقطت بسبب الحروب والكوارث الطبيعية وحضارتنا المعاصرة تواجه تحديات أكثر هذه المقدمة تقول لهم بالليل الحضارات القديمة معظمهم سقطوا بسبب الحروب والكوارث وإحنا هنا لدينا تحديات أكبر منهم نجل هنا الفكرة الأولى بيانسور المقدمة تخلي ايدنتيشن الفكرة الأولى ثانية تخلي ايدنتيشن تكتب الرابط لبين بيحتمد الفكرة الأولى دهوا first of all our modern civilization is threatened by nuclear wars which can turn the planet earth into a spinning graveyard حضارتنا المعاصرة مهددة من قبل ماذا؟ من طرف واش؟ الحروب النووية التي يمكن أن تحول كوكب الأرض إلى مقبرة تدور هذه كشغل صورة بيانية تبيلهم كرة أرضية وشيسرى فيها كون يتيروا الأسئلة كون تنطح حرب نووية تولي جبان الدور تكون كرة أرضية الدور تولي جبان الدور هذه كناية في منتهى الروعة كي تكتبها المستحح راح يفرح بزف 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 وحيادك بزف النقاط تبع ما يروحوا للsecond idea دوماً، أننا مهددة لأسفحة بزف نقاط وجودنا أيضاً مهدد من طرف ماذا أو من قبل ماذا الأوبئة المثال الأحسن لصحة هذا التهديد هو الموت الأسود الذي قتل 60% من سكان أوروبا في القرن الرابع عشر ضربناهم مثل من أرض الواقع بش نبينو لهم بالليل أو بيئة خطر محدق أعطينا لهم إحصائية في القرن الرابع عشر 60% من أوروبا ماتوا يام حينكم قريباً قاردة أوروبا هذه لك تشوفوا فيها حالياً بسبب the black death الموت الأسود أو the plague the plague حاب يقول الطاعون last but not least أخيراً وليس آخيراً هذه نقدرون استعملوها في الفكرة الأخيرة لنمدوها big asteroids rarely hit the earth but when they do there will be no existence for human beings on the blue planet وش حاب يقول النيازك الكبيرة نادراً ما تضرب الأرض لكن عندما تفعل ذلك سوف لن يكون هناك وجود للبشر على الكوكب الأزرق محش نكزيستيو إلا أصرحت هذا الشي هي النيازك قل ما تضرب الكرة الأرض يا بسح لا ضربتها محش نويلو نكزيستيو وهنا استعملت كلمة the blue planet باش مندير اشتكرار لكلمة الأرض وراهي الأرض هنا هاهي في العود نقول هنا يا الأرض تبت في بلاسة الأرض تبت الكوكب الأزرق إذا هذه الفقرة فقرة راقية مستوى عالي بالنسبة اللغات أجنبية كنت كتبوها يعطوكم النقطة الكاملة برك خصتنا حاجة الخاتمة ما كفت نشل بلاسة وشاح ندير دوك نمحي الصبورة ونكتب لكم الخاتمة إذا كملوا الفيديو معايا باشتفو الخاتمة اللي هي the conclusion الخاتمة في الختام من الأفضل لنا أن لا نأخذ تحديات عصرنا باستهزاء إذا أردنا العرق البشري أن ينجو إذا قلنا لهم في الختام باللي أسمع الشالنجز اللي أعطيتهم لك التحديات اللي أعطيتهم لك خدهم بعين الاعتبار خدهم بجدية ما تستهزاش بهم لأنه كنت تستهزى بهم وشح يصرى أنه ما رحش ننجو ورح تخلاص البشرية وتزول الحضارة إذا هذه الفقرة وكان قدروا تحفظوها ولا تكتبوا وحدة شبه لها رح تجيبوا نقطة كاملة إن شاء الله الملاقات في فيديو آخر سلام